بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ معا على بركة الله تعالى دراسة الوحدة العاشرة في مقرر طرق تدريس اللعن العربية عنوان هذه الوحدة طرق تدريس الأدب والنصوص نبدأ كالعادة بسؤال أساسي ما الموضوعات الأساسية التي نتناولها في هذه الوحدة المحور الأساسي في دراستنا هو الأدب والنصوص نتناول في هذا المحور مفهوم الأدب والنصوص العربية أهمية دراسة الأدب والنصوص العربية أهداف دراسة الأدب والنصوص العربية معايير اختيار النصوص الأدبية اتجاهات تدريس الأدب العربي أنواع الفنون الأدبية مهارات دراسة الأدب العربي طرق تدريس النصوص الأدبية الاتجاهات الحديثة في تدريس الأدب العربي دعونا نبدأ أولا بالتوقف أمام مفهوم الأدب والنصوص يشمل الأدب فنونا متنوعة مثل النصوص الأدبية الشعرية والنثرية والمصرحيات والقصة والرواية والمقال ويمكن أن نعرف الأدب والنصوص بأنها مجموعة من القطع الأدبية الموجزة من الشعر أو النثر التي يدرسها التلاميذ في المرحلة المتوسطة حيث يكلفون إما بحفظها كاملة أو بحفظ شيء منها مع الفهم والدراسة تتركز هذه الدراسة في الصفين الأول والثاني المتوسط ما معنى هذا الكلام؟ مفهوم الأدب والنصوص كما يتضح لنا من هذا التعريف هو مجموعة من القطع الأدبية المختارة بعناية من التراث الأدبي القومي النثري والشعري هذه القطع الأدبية لا بد أن يتوافر لها حظ من الجمال الفني وهي تعرض على الطلاب فكرة متكاملة أو عدة أفكار مترابطة النصوص الأدبية أيضا تعد من الفنون الإنسانية الرفيعة التي تحقق هدفها بواسطة العبارة وتنمي التذوق الأدبي في نفوس التلاميذ تبدأ دراسة النصوص الأدبية عادة في المرحلة المتوسطة خلال الصفين الأول والثاني ولا شك أن دراسة النصوص الأدبية في المرحلة المتوسطة يعد امتدادا طبيعيا لدرس الأناشيد والمحفوظات في المرحلة الابتدائية ففي المرحلة الابتدائية يدرس التلاميذ مجموعة من الأناشيد والأناشيد هي قطع شعرية في موضوعات حماسية أو وطنية تنشت بشكل جماعي وتعتمد على الإيقاع والنغم وتخضع للتلحين والغناء وتعمل على ترقية مشاعر التلاميذ الصغار وتهذيب وجدانهم وتنمي لديهم القدرة على استخدام الصوت بكفاءة وعادات النطق الصحيح في الصف الثالث المتوسط تزداد العناية بتدريب التلاميذ على تذوق النص الأدبي مع فهمه وشرح معناه تمهيدا للدراسة الراقية للنصوص الأدبية في المرحلة الثانوية السؤال الآن ما أهداف تدريس الأدب والنصوص؟ هناك أهداف متعددة لتدريس الأدب والنصوص بعضها أهداف أدبية تتعلق هذه الأهداف بالرغبة في تدريب التلاميذ على أنماط الإنتاج الأدبي المختلفة وعلى إطلاعهم على نماذج من هذا الإنتاج وعلى اكتشاف الموهوبين منهم القادرين على الإنخراط في إنتاج نصوص أدبية مشابهة هناك أيضا أهداف لغوية فلا شك أن الأدب والنصوص من خلال الدراسة المتعمقة له يرقي لغة التلميذ ويهذب من أساليب كلامه وينمي من قدرته على اختيار الألفاظ وعلى بناء الجمل وعلى سبك التراكيب وعلى استخدام الصور البلاغية التي تؤدي إلى التأثير في المستمعين وهناك كذلك الأهداف الشخصية هذه الأهداف الشخصية التي تتعلق بتنمية الثقة في نفس التلميذ والقدرة على التأثير في الآخرين من خلال دراسة الأدب وإنضاج المواهب الشخصية الموجودة لدى الطلاب وإقدار الطلاب على التعبير عن أنفسهم بلغة أدبية راقية ومؤثرة ومعبرة وجذابة هناك أيضا الأهداف الاجتماعية فلا شك أن للأدب رسالة كبرى تركز هذه الرسالة على تضمين القيم الاجتماعية وتعمل على نقلها في صورة جميلة جذابة إن قيم المجتمع وروح المجتمع تنتقل من خلال وسائل متعددة إلى أجيال له الجديدة ولا توجد أرقى ولا أنفع من وسيلة الأدب لنقل هذه القيم الاجتماعية ولنقل المثل العليا في المجتمع أيضا هناك الأهداف الفكرية التي تتعلق بتدريب الطلاب على استخدام فكرهم وعقلهم في معالجة القضايا والموضوعات الأدبية المحيطة بهم فمن أهداف تدريس الأدب أن يتعرف الطلاب على التجارب النفسية التي مر بها الأدباء وأن يستدخلوا هذه التجارب في نفوسهم وأن يكونوا قادرين على تمثل الحالة النفسية والحالة الشعورية وأن يستفيدوا من جانب الخيال الذي يبرزه الأدباء في إنتاجهم هذه الأهداف المختلفة تعكس دور الأدب والنصوص في تعليم اللغة العربية بشكل عام وفي تدريب الطلاب على استخدام الأساليب الراقية منها بشكل خاص